واحدة يا سميح واحدة في النهاية هم قاعدين في خيام صحيح ولكن مختار جمعة يعني لا يرى هذه الامور لا مش واحدة او لا يعني اقصد في النهاية عندك بشر لا مش واحدة او اقول ليه تفضل دول قاعدين في خيام في الحرية بتضع الشمال سوري يعني هو في خيامة ولكن العالم كله مفتوح امامه عقله حر ضميره مرتاح اللي قاعد في الخيام في العجم النهاردة عقله مش حر الخوف يطارده الرعب يسيطر عليه رغبته في الخروج من هذا المشهد هي اسيرة لدولة ديكتاتورية تحارب من يفتح فمه ليقول في الحقيقة سميح في النهاية برضو بنقيس السيب الاسود خيام في اسكندرية خيام في سوريا في النهاية ليس هذا هو حق حق الانسان محمد مختار جمعة بيقولك اذا سقط الدولة تسقط حق الانسان ايه اللي جاب سقط الدولة سقط حق الانسان ايه يعني ايه ايه اللابس ده وده ما حضراتك دي تسع خيام فيها مية وستين فرد دول كنوا عادي امينين مطمينين في بيتهم هب جاه عمارة انهدت جنبهم توفي تمانية ضحايا لذي العمارة اخلوهم ودوهم حضرتك في المركز شباب عمر الخيام والناس ده الشتاء اهو دلوقتي دي الصور دي من ايوة من القاهرة من مصر العظيمة من الاسكندرية من الاراضي المصرية الخيام الموجودة اللي بيكلم عنها محمد مختار جمعة موجودة في الاسكندرية في العدمي الان حضرتك ممكن جدا لو انت مجاور اليوم تشوفه من الوقت تطل عليه الناس طلعوا وتكلموا وقالوا مش عارفين نعيش مش عارفين ننام ولا ناكل ولا نشرب ولا نروح حمام دي موجودة الان في اسكندرية ودي واحدة من عشرات ومئات الحالات اللي اول ما انهد بيوتهم تنهد لقدر الله بانهيار يعني لانها قديمة او تنهد لان الدولة هدت يعمل ايه يسكن الناس في الشارع صور من الصور المؤلمة لو احنا قعدنا اكتلمنا كتير عن القصة دي لن يعني لن ننتهي منها القصص كثيرة انما تاني ما ليش اضيق حتلي صورة محمد مختار جمعة والفيديو بتاعه هو قاعد يكلم المشايخ بنفس قعدة كبيره هي نفس القاعدة برضو وهو ده الليده ده الليده برضو بالمايك قاعد يكلم الناس في دهره حاجة غريبة يعني التقليد في كل اشياء الانتماء والولاء في كل اشياء كلهم شيخ فضلاء كان ممكن جدا يقعد كوزير اوقاف يطلع الراجل كلم او يقوم يقفي يبص للناس انما على ما يبدو ان هو اصبح الان مثال يحتزى ويقتدى ويكون له الولاء دون ان يكون ولا لله ثم لهذا الشعب مختار جمعة روح ان شاء الله يعني ربنا كبير وعادل وكل كلمة بتقولها الان في حق المصريين بتكتب لك او عليك ويكن سميح قالك ربما لو انت قلت كلمة عدل وقلت كيف يكون الرائي مسؤولا عن رائيته وكلكم مسؤول عن رائيته ربما كانت تشفى لك في الاخرة ولكن كبرت عليك ان تخرج من فيك بل تبرل الحاكم ما يفعله الان في المحكمين والمغلوبين على امرك